أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة بعد الأعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا لم يتغير وقال بيسكوف اليوم أن استدعاء 300 ألف جندي احتياط لا يغير وصف ما يحدث في أوكرانيا من عملية عسكرية خاصة إلى حرب هذا ونقلت وسائل أعلام روسية عن بيسكوف القول أن وزارة الدفاع هي من ستقرر عمر الجنود الذين سوف يتم استدعاؤهم وأضاف بيسكوف أن المعلومات المتعلقة بوجود زحام في المطارات وما إلى ذلك مبالغ فيها جدا على حد تقديره